بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى الحلقات التي نبثها من خلال برنامج كل العرب ونتناول فيها إن شاء الله بعض القضايا النفسية وبعض المفاهيم النفسية الطب النفسي كما يعرف الكثير من الناس وفرع من فروع الطب البشري تطور مع تطور الزمن وأصبح تخصص كامل في طب البشري ودائما ما يكون هناك السؤال ما هي الصحة النفسية أو ما هي الصحة العقلية في الواقع هناك تعريفات كثيرة للصحة العقلية لكن ما يمكن أن ننظر إليه بأنه تعريف مناسب للصحة النفسية هو ما ذهبت إليه نظام الصحة العالمية في تعريفها للصحة النفسية أو صحة العقلية بأنها هي قدرة الإنسان على أداء مجموعة من الوظائف أهمها قدرته على القيام بالعمل وثانيا قدرته على التواصل مع الآخرين وثالثا قدرته على التحكم في عواطفه وأخيرا قدرته على المساعدة أو القيام بدور اجتماعي هذه الأربع أركان يحل لكثير من الأطباء النفسين أن يمثلوها بالكرسي أو المقعد ذو الأربع أرجل على أساس أن هذا التوازن يحتاج إلى هذه الأربع أسس من التوازن إذا اختلت أي قدرة من هذه القدرات يبدأ يظهر المرض النفسي أو الاضطراب النفسي يمكن اليوم اخترت لحضراتكم مجموعة من أشهر الأعراض النفسية فاخترت عشرة من الأعراض النفسية التي إذا ظهرت على أي إنسان فهو ينبغي أن يسارع بمراجعة الطبيب العرض الأول هو الاضطراب في الأكل أو النوم ونعني به إذا كان الإنسان يلاحظ إذا لاحظ الإنسان أو المحيطين به تغير كبير أو تغير مفاجئ في نمط الأكل أو نمط النوم بالنسبة للشخص فقد يؤدي هذا أو قد يشير هذا إلى اضطراب نفسي يعني الشخص الذي يظل مثلا لأيام طويلة لا يقرب الطعام أو الشراب أو العكس الشخص الذي يأكل بنهم شديد قد يعد هذا أو قد يكون هذا هو أولى أعراض المرض النفسي على الناحية الأخرى اضطرابات النوم كذلك فإذا كان الإنسان لا ينام يظل الفترات طويلة لا يستطيع النوم مثلا أو في بعض الأحيان الأرق يعني رغبته في النوم مع عدم قدرته عليه ما نسميه الأرق أو العكس أو النوم المفرد لساعات طويلة كل هذه الأشياء قد تكون عرض للمرض النفسي أيضا من ضمن الأعراض الشهيرة هي عدم قدرة الإنسان على التركيز وهذا هو العرض الثاني الشهير إذا أحس الإنسان بعدم قدرته على القيام بالقراءة مثلا إذا كان يحاول أن يقرأ جريدة أو يذاكر خاصة الطلبة وأحسب أن هناك معاناة في التركيز أو عدم قدرته على الاستيعاب فقد يكون هذا مؤشر مبدعي لظهور بعض الأمراض النفسية بعض المهن تحتاج إلى المستوى عالي من التركيز القيادة مثلا قيادة السيارة أو غير ذلك فإذا كان الإنسان يحس بأنه لا يستطيع التركيز في هذه المهارات فهي كذلك دليل على ضعف التركيز وقد تكون عرض من الأعراض النفسي يمكن العرض الثالث المهم هو الإحساس بألام غير مبررة هذه كلها أعراض جسدية فقد يشتاك الإنسان من أعراض أو ألام قد تكون مثلا في الظهر أو في أحد المفاصل لفترات طويلة جدا ويراجع كثير من الأطباء وما نعرفه في الطب النفسي أن هناك كثير من الأعراض الجسدية بيكون السبب وراءها خاصة إذا لم يكن هناك سبب طبي واضح في كثير من الأحيان يكون سبب هذه الألام هو المرض النفسي العرض الرابع هو الإنعزال عن المجتمع إذا لاحظ الشخص أو لاحظ المحيطين بأنه أصبح منعزل عن الفاعليات الاجتماعية التي تمر أو تحدث في إطار التقاءات الأسرة مثلا أو إن كان هناك لقاء اجتماعي مهم أو في بعض الأحداث أو الحوادث مثل الوفاة أو الأفراح أو غير ذلك إذا كان الإنسان يفضل العزلة عن حضور هذه المناسبات أو لقات الاجتماعية قد يكون هذه العزلة مؤشر مهم لبداية ظهور المرض النفسي العلامة الخامسة أو العرض الخامس هو عدم المبالاة ونقصد بعدم المبالاة هو أن يحس الإنسان أو يشعر الشخص بأن الحياة كلها سواء لا يستوي فيها النجاح أو فشل يصبح عنده لا مبالاة شديدة بالأحداث ممكن يكون مثلا عنده امتحان مهم أو يكون مقبل على حدث مهم ولا يشعر بأي إثارة أو أي تحفز أو أي طاقة لعمل هذا النشاط فهذه عدم المبالاة وعدم الشعور بأهمية الأشياء قد يكون كذلك عرض مهم وبداية وعلامة تحذيرية لبداية ظهور المرض النفسي الأمر الخامس أو العرض الخامس هو الشعور الدائم باليأس والإحباط لا شك أن بعض الناس أو كثير مننا قد يشعر بيأس لفترات قصيرة أو الإحباط لفترات قصيرة لكن هذا الشعور الدائم باليأس أو الشعور الدائم بالإحباط أو النظرة السلبية المستمرة للمستقبل وما يمكن أن يحدث فيه هي في الواقع أيضا علامة من علامات ظهور المرض النفسي وتحتاج كذلك إلى انتباه الأشخاص المحيطين به وتحتاج كذلك تسترعي انتباه المريض ليحاول أن يذهب إلى الطبيب ويحاول أن يراجع الطبيب النفسي في هذه الحالات الأمر السابع أو العرض السابع هو وجود أفكار لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها وهذا كما يعرف الكثير قد يكون مقدمة لبداية ظهور المرض ومسميه الوسواس القهري مثلا وهو يظهر بداية بوجود بعض الأفكار لا يستطيع الإنسان يتخلص منها فيظل طوال حياته مثلا أو طوال اليوم يفكر فيه غسيل يده أو يظل دائما يفكر فيه الذهاب لمكان محدد ويصعب عليه أبدا أن يتجاوز هذه الفكرة إذا كان هذا هو الحال وكانت هناك بعض الأفكار أو بعض التصورات لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها بسهولة فهذه علامة مهمة لبداية ظهور بعض الأعراض النفسية التي تحتاج وتسترعي الانتباه وتحتاج إلى مراجعة الطبيب النفسي العرض الثامن هو عدم قدرة الإنسان على التخلص من العادات السيئة التي قد يكون يمارسها كثير من الناس يعرف أنه يقوم ببعض العادات السيئة مثل شرب أو التدخين أو شرب المواد الكحولية أو ممكن تعاطي بعض المواد المخدرة قد يحدث أن الإنسان يمر بهذه الأشياء مرة واحدة أو على فترات متقطعة لكن إذا أحس الإنسان بأنه يريد فعليا أن يتخلص من هذه العادة ولا يستطيع أن يتخلص منها في هذه علامة على وجود بعض الاختلال في الصحة النفسية ويحتاج كذلك لمساعدة المحيطين به ويحتاج إلى مساعدة الطبيب حتى يتمكن من التخلص من هذه العادات السيئة أيضا من ضمن العلامات أو الأعراض المنبهة لوجود مرض نفسه هو سماع أصوات غير موجودة أو رؤية أشياء غير موجودة وهو ما نسميه به الهلوسة السمعية أو الهلوسة البصرية والهلوسة تعني بالأساس أن الإنسان مثلا يخبر المحيطين به بأنه سمع شخص يتحدث له ولكن هذا الشخص في الواقع غير موجود أو أنه يخبرهم بأنه رأى أشياء لا يمكن للآخرين تأكد من وجودها فقد تكون هذه هي علامات ما يسمى به الهلوسة السمعية أو الهلوسة البصرية وقد تكون مؤشر مهم لبداية ظهور المرض النفسي العلامة العاشرة والأخيرة التي اخترتها لكم اليوم من العلامات المهمة التي تشير المرض النفسي هي التفكير في إيذاء النفس وفي بعض الأحيان الإرادة أو التفكير في إنهاء الحياة أو الانتحار وهذه علامة لا يمكن أبدا أن يتجاوزها الإنسان المريض أو يتجاوزها المحيطين به هذه علامة مهمة جدا ينبغي للإنسان والمحيطين به أن تسترعي اهتمامهم وأن يذهبوا مباشرة إلى الطبيب لا يمكن لإنسان كامل الصحة النفسية أن تمر به هذه الأفكار سواء كانت أفكار إيذاء النفس أو التفكير بالانتحار ولذلك وجود هذه أي من هذه العلامتين سواء التفكير بإيذاء النفس أو نهاية الحياة هي مؤشر وعلامة مهمة جدا 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 لا ينبغي أن تمروا على الأسرة أو المقربين من هذا الشخص مروا على الكرام لكن ينبغي دائما أن تسترعي انتباههم وأن يذهبوا بها إلى الطبيب النفسي هذه كانت بعض العلامات النفسية اخترت لحضرتكم اليوم عشر علامات منبهة لوجود مرض نفسي وأتمنى أن يستفيد منها المشاهدين أشكر لكم جزيلا مشاهدتكم دمتم في رعاية الله وألقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة عن أهم أو أسباب الأسباب التي تمنع الناس من زيارة الطبيب النفسي شكرا لكم اشتركوا في القناة